في مرضى بيعانوا من تأثر القدرة الجنسية بس بيرتبك الأمر عندهم ما بين الضعف الجنسي وما بين الامتنس يعني اللي هو الوكس الريتاليس فانكشن الكامل تمام هل مريض ضعف الجنسي أو مريض سرعة القذر يمكن أن ينصح له بالدعاء مع الحيث دي برضو غمض عند الناس ممتاز وساعتك تطرقته النقطة فعلا شائعة جدا مثلا لما بنقول أن في عندنا ضعف جنسي ليس المقصود بها ضعف الانصاب فقط الضعف الجنسي جزء منه أو صورة من صوره صورة القذر وصورة من صوره برضو أن أدم الرغبة أو أن يكون الرغبة ضعيفة فدي كلها صور من صور الضعف الجنسي بس هل مريض سرعة القذر ده هوت هل فعلا علاجه بالدعاء لو يحتاج يعني لأن بتاع سرعة القذر ده بيتعذب بمعنى كلمة حرفيا بيتعذب هو وحط كمان جنبه فاندم ضعف الجنسي في عندي ضعف وفي عندي عكس وفي عندي سرعة القذر الثلاث الصور ده لازم يفاهم الناس فارئة بينكم بالزابط فاندم سرعة القذر أحد صور الضعف الجنسي أحد صور الضعف الجنسي مش ضعف الانصاب أحد صور الضعف الجنسي وبالتالي اللي عندي سرعة القذر هو بيتعذب لسبب هو مش لاقي علاج عندنا هو إحنا عجزين حتى هذه اللحظة وأنا بسجل معه حضرتك إن إحنا نلاقي علاج ناجح لسرعة القذر العلم كله عجز العلم كله يعني إحنا بنقول حتى العلاج الدوائي على المحاك نتائجه العلاج الجراحي ما هو إلا اكتهادات ولم يثبت نجاح أي منها ونجاحها رغم أنه أعلى شوية من العلاج الدوائي لكن أمانه زيره وبالتالي هل هي العمليات بتاعت السرعة القصفية عمليات تجريبية كلها بالزبط بالزبط تجريبية يعني عمليات كده أفكار مش سابتة علمية حتى الآن لم تؤكد الجميع العلمية طب الزكورة الدولية لطب الزكورة على أن هذه العمليات أو هذه التدخلات تصلح لعلاج سرعة القصف لأن قالت كده نصا لأن نسبة الأمان بتاعها ضعيفة جدا وحتى ولو كان نسب نجاح أعلى من العلاج الدوائي لكن ما لاش أمان وأي دوع شترت فيه شرطين الأمان والنجاح الأمان هو الفعلية لكن هو لو أمانه ما فيش ما ندوش حتى لو فعاليته 100% فمريض سرعة القصف طبعا يضطرنا بقى أن ندور له وزي بيقوله في جيوبنا بقى على البدايك طب يا دكتور طب أنا هعمل إيه يعني أروح أطلق أمراتي مثلا ما تشوف لي حل ما ولازم تشوف لي حل فبنيجي بقى الكلام ده جرنا أن إحنا إيه نبدأ نبحث وتحامل دراسات على الناس دولة وبدأنا يعني ناخد أقصى ما يمكن فعله من فحوصات إلى أخر لأنه فيه نسبة كبيرة جدا منهم للأسف الشديد بيبقى عندهم ضعف انتصاب كامل لا يراه نتيجة لسرعة القذف يعني هو لو القذف كان طول شوية هيلاقي الانصاب يروح منه خالص وبالتالي الشريحة دي بدأنا نفكر لها من فكرة آه يبقى أنا متوتر طول العلاقة خايف لما كملشي وهذا التوتر اللي بيعمل له سرعة القذف يبقى إذن أنا لو علقت هذا السبب وهو التوتر اللي هو سبب ضعف الانصاب فأنا علقت سرعة القذف بطريقة مباشرة فعلا الناس دي لانها بتستفيد جامد جدا لما بنعالج ضعف الانتصاب مش هنقول بالدعامة هنقول بأي وسيلة بس الدعامة أحد الوسائل نلاقي الناس دي بتبقى جامعة مبسوطة جدا الله إيه اللي حصل يقول لك أنا بقيت عشر على عشر مع إن إحنا ما بنعملهاش عشان سرعة القذف إحنا عملناها لك عشان ضعف الانتصاب طب القذف الأخبار وإيه يقول لي ده أتأخر غريبة يعني بدرجة في ناس بتشتكي من التأخير جامد بنديهم علاج عشان القذف فيها حتى بسرعة فالناس دي الشريحة دي فقط اللي هي عندها ضعف الانتصاب كامن ولا يزروا إلا أشعة الدبلر طبعا هي اللي بتستفيد فعلا من هذه الوسيرة من وسائل العلاج غير كده طبعا هو بيبضل مع القايمة اللي هي معذبونا في الأرض بسبب سرعة القذف